من الأقل النهاردة يا جماعة كان التمرين الأول ليه أول تمرين هو تمرينتين النهاردة وبكرة الجمعة كمان النهاردة كان في الملعب الفرعي لحمد العقرب اللي ستادر اللي هتقام عليه المباراة زي ما حضراتكم شايفين تقدروا تقروا الوشوش وما عليها من تركيز وترقب الكابتن أو ميستر مارس الكولر استحب معاه كل اللعيبة المتاحة الجاهزة يمكن شايفين ميشيل يانكم مدرب الحراس الحراس التلاتة بشواندس محمد الشناوي مصطفى شبير ومصطفى مخلوف التلاتة ممكن حمزة علاء مصاب وطبعا الزنفالي غير مقيد وإمام عشور لازم أن هاقف معاك عنده شوية لأنه كمان حدوته هو راخر فكرة أنك أنت واخد كل العناصر اللي جاهزة دلوقتي ومتحسب للمباراة الحمد لله الرجل اشتغل الفترة اللي فاتت لأربع مباريات بتدوير شوية هادئ قدر اللعيبة اللي مصابة تتعالج رجعوا واحد ورد تاني عززوا قوة الفريف ومباريات الدوري إحساسك في اللي أنت شايفه في الملعبية إحساسة اللي أنا شايفه أن فيه اهتمام بمسؤولية من كل العناصر فيه السباق بين اللعبين على التواجد فيه تركيز عالي جدا يبدأ من رئيس النادي وملامحه وهو بيتابع هذا الزرط هي دي أجواء المباراة النائية أستاذ إبراهيم أي هي دي أجواء المباراة النائية مع فريق بحجم النادي الأهلي يعني بس الأخبار اللي جاءنا من هناك مفيش الجو المتوتر اللي كنا بنشوفه قبل كده البعثة أقامت في فندق بعيدة عن وسط المدينة شوية في هدوء ماهو ده دليل على إن فيه حسنينية بس ودي أهمية إن المطشك الأولاني يبقى برأ أرضك لأنك أنت بيبقى الناس جايالك برضو ينتظروا المعاملة بالمثل عايزة المعاملة بالمثل يعني أرجون يكون التوفيق حليفنا الجدية والتركيز واضح طبعا يعني كل اللي انت نفسك تسمعه بتسمعه من اللعيبة بالطريقة اللي نفسك تتقل بيها الجدية مش كلام إنشة مش ما فيش ابتسامة ولا عبوس يعني لناس متوترة ولا في نفس الوقت مسترخية يعني تشعر من كلام اللي تكلموا محمود متولي ولا رامي ربيعة والحسين الشحات لا بيكلموه بتركيز لا فيه توطر ولا السخفاف ودي علامة يعني نتمنى أن الفريق حافظ عليها اللقطة المهمة جدا اللي بترد على كل رغ لقطة الشناوي مصطفى شبير في تمرين النهاردة أي يعني عيب قوي كان كلام يعني كلام صغير لما الناس تتعمد تصور النهاردة جايلي واحد في أحد يقول لي رأيك في الشناوي قلت له من فضلك اعتبر أن أنا ما ردتش عليك وقول رئيس التحرير فلان ما يصحش كده مش وقته مش ممكن يا سيد أبراهيم الحقيقة يعني يعني بتجي لك لحظة تتوقع تصرفات أندج من كده أندج ولا أأمن مع الأمان أنت الوقت أنت راجل صحفي ورئيس قسم رياضي ولك مكانتك دي بترتبط بالنطج المهني والنطج المشاعر كمان والمسؤولية يعني مش مسألة أن أهوائك تمشيك ما نعرف أن رئيس التحريب بتاعه أهواءه إيه بس ما تلعبش اللعبة دي جاي تلعبها معي أنا عايز كلمة عشان يبني عليها آه واخد بالك واتقوله عيب ويقفل هو الولد كان مؤدب ويعني شعر بالإحراج كابت أن أنا بحبك واحترمك وأنا أشكرك متأسف بس يا جماعة يعني ما هو الظرف ده محمد الشناوي واحد من أفضل العناصر في حراس المرمى اللي جات في السنوات الأخيرة حاليا ربما يكون هو الأفضل في أفريقيا مش في مصر بس تعرض لإصابة مش ربما دواخد أفضل لعب تعرض لإصابة الإصابة كانت في يناير اللي فات مع المنتخب في خلال هذه الفترة الأهلي قد فرصة للحارس الصاعد مصطفى شوبير أثبت كفاءة وقدر فعلا يطمن جمهور الأهلي على مرمى الأهلي ولعب الخمستاشر ستاشر مباراة على التوالي بكفاءة عالية مستر كولر يلاقي نفسه دلوقتي محظوظ إن معاه حارسين جاهزية مصطفى شوبير اللي خدها من خلال هذا العدد من المباراة على التوالي وخبرت وكفاءة وقيمة محمد الشنوي اللي استعاد كتير من مستواه بالذات لأنه إصابة الكتف إصابة الحارس المرمى ما هيش سهلة فأصبح الراجل مدعوم بحارسين لاتنين كل واحد فيهم عنده معطيات للاختيار هو المدير الفني اللي بيختار إنما المهم جداً إنك إنت حتى وإنت بتفاضل بين الجاهزية والخبرة اللي اتنين بيحبوا بعض أكتر من كل الناس بتقولوا شوفوا احتضان مصطفى شوفوا احتضان الشنوي لمصطفى أخوه الصغير عامل ازاي شوفوا تشجيعه ليه عامل ازاي شوفوا محمد الشنوي اطلاعوا بدوره ككابتن للتيم لأنه إنت برضو فكرة إن أنت كابتن الفريدي مسئولية تانية خالص وبرغم كده هتلاقي من عدم المسئولية ومن عدم الأمانة لدى الآخرين محاولة افتعال أزمة وإثارة فتنة هي على الأرض غير موجودة أنت قلت ايه مسئوليته ككابتن تيم كابتن ساد عبد الحفيز سوئل بشكل مباشر مين من هذا الجيل يصلح أن يكون مديرا للكرة بلا تردد قال محمد الشنوي طيب اللي انت بعد جيل الكابتن ساد منين إنه شاف فينا موزج يقدر يمارس دور قيادة يقدر يمارس دور القائد دون والقائد لا يفتع المشاكل مفيش قائد بيبقى هو نفسه عايز واحد يعالج له مشاكله